سياسات الصحة التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة أسلام ورحبا بكم في عدد جديد من برنامج سياسات الصحة اليوم بشكورنا موضوعنا استعدادات وزارة الصحة واللجنة العلمية للفترة القادمة فيما يتعلق بتلقيح أيضا فيما يتعلق بالتوقل من متحور أوميكرون ليشهد انتشار في عدد دول في العالم بيبقى فيها تونس اللي تم رصد ست حالات فيها لمواطنين أو وفدين أفرق أجول تونس بشكور نظيفنا مدير الحملة الوطنية للتلقيح ومدير معاد باستور الهاشمي الوزير مرحبا بك سي الهاشمي وصعدين باستقبالك سهلا وسهلا ومرحبا بشميع المستدعين شكرا لك على تلبية الدعوة إذن نحكيه على الاستعدادات للفترة القادمة خاصة مع انتشار متحور أوميكرون سريع الانتشار في عدد دول وفي تونس تم رصد ست حالات مؤخرا كيفش ترى الاستعدادات وكيفش تقول لنا معنا على الاستعدادات هذه اوكي ديجا نمداوب بنحكيه على أوميكرون ولا حتى مش أوميكرون حتى المتهير دلتا كيما تعرفوا في العالم دو وخاصة في أوروبا جاءت موجة كبيرة بتاع غير الفيروس دلتا المتهير دلتا وزيت عنه إضافة إلى تلتا زيت أوميكرون انتشار في أوروبا وفي أمريكا وفي عدد بلدات لك احنا ديجا من الول قبل ما ظهرت حتى أوميكرون كنا نحضروا روحنا لربما ما جمجي حالات تكاتر حالات صارت التحضيرات فيما يخص المستشفيات فيما يخص الأكسجين فيما يخص أثرة الأنعاش فيما يخص الأدوية هذا كل معناها موجود وصار مع العلم اللي الحالة معناها في البلاد ما زالت نجم وقوله في استقرار مع ارتفاع شوية خاصة في الأيام الأخيرة ما ارتفاع في نساق الإصابات في الأيام الأخيرة نساق الإصابات إضافة إلى هذا دخل أوميكرون للبلاد التونسية والحالة صارت لها 11 أيام من بارح سجلنا معناها بالتحليل وبالقاصة بالتقطيع الجيني تأكيد من خمسة حالات إضافية ونتوقعوا اللي بشي زيدوا أكثر حالات خاطر صاروا في الحالات هذه فمحالات قفين أشهرين تستغادوا معناها نتوقعوا اللي المتغير هذا تخلى البلاد ونجم بيزيد يؤدي إلى حالات أخرى دونك إذننا ناخدوا جميع الأجراءات اللي معناها تقليص أكثر ما يمكن من حدة كاثر ولا مع عدد الحالات اللي بجي جي ودونك وخاصة كما قلت أنت توا آخر سنة هون ناس فما احتفالات ساعة تتصير بالعام الإداري الجديد كستغادوا فما تحضيرات أخرى وإن شاء الله يتم معناهم الإعلان بعد وفما وافدين باش يجيوا لتونس أكيد فما برشا عباد باش يجي فما وافدين باش يجي هذي تدخل أنت تلزني معناها للإجراءات على خاطر هي فما ثلاثة معناها محاور كبرى اللي نخبو عليهم هو أولا لبغ تكثيف عملية التلقيح وكيما تعرف وضوة يوم معناها التلقيح المكثف وهذه التلقيح باقي فيه الإفادة لتقوية المناعة وتعزيز المناعة ولتطوير المناعة للناس اللي نزالوا مخلاوش التلقيح بالكل وهذا يمكننا من معناها تفادي حالات حتى كانت ساعات العدوى تسير الحالات ما تكونش مخترة ومعناها فما حماية متأكدة ضد الحالات المخترة وضد الوفايات وهذه حاجة دا فما المركز الحاجة الأولى نجمو أقول لك هي التلقيح والتلقيح الحاجة الثانية هي استعمال أكثر وسائل للإجراءات على الوقائية اللي هي التباعد اللي هي تهزة الفضاءات خاصة للأيدي وخاصة تفادي كل المنتقيات والاجتماعات وكل حاجة اللي تنجم تؤدي إلى عدوى وخاصة بتطبيق معناها أكثر نجمو أقوله ما فمش توجه لمنع الاحتفالات برأس السنة الميادية في تونس والله هو طوى طوى معناها الاحتفالات ولا حتى في النزل ولا الحكاية هذه هما مضبوطين ببروتوكول صحي ومعروف بما فيه 50% في النزل بما فيه معناها عدة إجراءات ونتوقع اللي بيش يصير معناها التطبيق وخاصة الكنترول معناها بيش يصير التفقد وبيش يصير فرق بيش نمشي من مدينة الصحة ولا مزارة السياحة ولا أيضا معناها أطراف أخرى بتدخل أيضا نزارة داخلية دوق بيش يشوفوا ويراخبوا الأماكن ويراخبوا مدى تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية كما قلنا خاصة في الحفلات هذه ولا في معناها المتهدية الحاجة الثالثة المحور الثالث اللي هو أيضا هام جدا هو اليقظة والتفاعل مع الوافدين من خارج البلاد التونسية اللي نجموا يكونوا حاملين الفيروس بما فيه معناها وجوب التلقيح وجوب الاستظهار بتحليل سلبي بسياع ضد الفيروس هذا وأيضا معناها عمليات مكتفة للتحليل السريع اللي يكونوا في المناطق العبور البلاد التونسية بسفة عامة تشمل الملقحين وغير الملقحين بش تقول بسفة تشمل الملقحين وغير الملقحين بتحليل هذية دونك هذو كلهم الحاجات اللي نأكدوا عليهم واللي بش يصير معناها كيما نقولوا تطبيقهم بسيفة معناها بش يقولوها بلو سيستيماتيك بش الناس معناها تصير الحاجات هذي بش نقلصوا احنا نعرفوا لي معناها الحالات بش تزيد شوية على خاطر توا طلعت كيما قلت لك البارح واليوم وبالبارح ثم نسقم طاعة الحالات زداد نوعا ما فماش حاجة مخترا باقي معناها هو فما مؤشرات تسيهجم متى ارتفاع نسق الإصابات في تونس وبدأ منذ أيام في فرنسا أيضا في عدة بلدين فرنسا مثلا متوقعين أنه الإصابات بش تصعد من 70 ألف يوميا إلى 100 ألف يوميا في جنف في جنف اللي تفصلنا عليه أيامات تونس نعرفوا لي مشابهة الأوروبا مشابهة ولو مش بشكل كل لكن نتشابه في برشة في برشة حاجات في متعامة بالإصابات برشة في عدة الحالات أقل برشة توا في 200-300 حالة لذلك بعد برشة حتى كانت تحسن لا قزي في تجربتنا مع كورونا نتشابه وقت ليظهر متحاول نديري أنت تقلي نتشابه 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 يلغمنا نعمل جميع الوسائل بش تينا مع العلب مع العلب اللي توا خاصة المتغير هذا هو من خوف هو صحيح عنده في صراحة الانتشار معناها انتشار كبيرة برشة مقارنة بالمتغير السابق اللي هو دلتا اللي هو تجاه أسرع انتشار من اللولين اللي يظهر فهمت فريمون سرعة الانتشار كبيرة بتاع الأوميكرو لكن اللي شفناه النسبة بتاع الحالات اللي تنجم تتعاكم على المختار أقل من النسبة اللي يعطيها أوميكرو من اللي يعطيها دلتا من اللي يعطيها المتحور دلتا هكا صمحني اللي يعطيها دلتا صحيح هذه حاجة معناها تردها معناها بو حاجة تقلل معناها من الخوف أو من لكن كسرعة الانتشار والعدد الكبير اللي ينجم يكون معناها مشمور بالمتغير هذي أوميكرو هو يرد العدد في نهاية الأمر العدد ينجم يكون لبأس به منتع الحالات المرض وكي زمنا بغمون نكونوا حاضرين بالجداء بالجداء في الأيام المقبلة تنجم تكون فمانية لحجر صحي إذا زاد عدد الإصابات بشكل وما هي أخذوا لي الحجر الصحي يتعمل وقت لي يبدأ انتشار كبير منتع الفيروش في وسط البلد أحنا في وسط البلد ما عندناش انتشار كبير حتى كان صارت ارتفاع نوعا ما من الحالات نقصد في حال ما إذا صار ارتفاع في حال ما هذا كما نعلم لكن اللي نقول الأولوية متاعنا هي خاصة خاصة الحالات الوافدة على ذلك معناها أكدت على جواز التلقيح وما يثبت وعملية التلقيح للوافدين للبلاد التنسية تحليل السلبي منتع البسيار وأيضا معناها في بعض الحالات خاصة نعرف في البلدان حتى تحليل بسيار بدو ما يكون صحيح يكون مخشوش يجبنا نعمل ونكسف عمليات التحليل السريع اللي يصير وقت الوافدين يخطو البلاد التنسية لكذا هو اللي نأكد عليه الوضعية الوبائية وانتشار الفيروس إلى حد الآن ما نجمش يردنا نخمه في معناها وسائل أخرى كما قلت من تتوى الكوفروف والحاجة شفنا في اللي يوم الفارتة فمن إداءات صارت من الإدارة الجهوية للصحة بمدنين لتكثيف الفرقة الصحية على الحدود لأنه نسق الإصابات ارتفع في المستشفيات ونسبة الإيواء ارتفعت إلى 30% إلى أي مدى يشكله الوافدين خطورة لانتشار العدو أو لعودة الإصابات ونسقها في تونس صحيح وإحنا خطرت هو في قتلك معناها ما فيماش انتشار كبير للداخل الحالات حتى الحالات الأوميكرو والحالات التلتا اللي جاء وكل يجي ونم البرة ويصير ساعات معناها يعطي وتقر في أماكن محينة وقت للناس تتقابل في الحفلات العائلة إلى أثير دوكت معناها اليقضأ في كل ما يأتي من الخارج هي فاها فائدة وغير اللي يجب ركزوا عليها وتونس من الدول ما مشيتش الإجراءات متع غلق الحدود كما مغرب كما عدت الدول في أوروبا تونس من الدول اللي الخطوات هذه ما كانتش معناها من الخطط تمتاح أو من الاتجاه تمتاح ما كانتش وحتى المنظمة العالمية للصحة ما تقترحش التسكير الحدود إلى آخره معناها هذوما جراءات تتسير في أخر مراحل ولا كتسير حاجات كبار برشا إلى حد الآن معناها مثل ما نش موكونوا معناها انتابعوا في الوضعيات وانتابعوا حتى في الحالات الإيجابية إذا كان يجرع الحالات أخرى فما معناها أماكن للحجر الصحي الإجباري للحالات الإيجابية اللي هي تكتشف في البلاد وكذي حاجة داية إلى حد الآن هذو ما هما الإجراءات اللي موجودة واللي يجب نأكده خاصة على التطبيق تحق جوز تلقيح سيلهيشمي اللي يعمل برشا جدل برشا بوليميك في تونس بين ناس مؤيدة وناس غير مؤيدة ناس رافضة للتلقيح تلتوى وترى أنه إزامية الاستظهار بجوز التلقيح حد من حريتها ومن خياراتها وفماني صخرة زيدة لقحت لكن ما زالت التوى ما تحصلتش على شهادة التلقيح هل أنه التوجه في الاستمرار في الاعتماد على جوز التلقيح أو أنه بش نسرعوا به فقط عدد النسب نرفعوا به من نسبة التلقيح ومن بعدك نخفوا الإجراءات تمتعوا كيفش شخصا الوضعية فيما يتعلق بجوز التلقيح دا بوق الإجبارية الاستظهار بجوز التلقيح في أماكن مغلقة إلى آخره واللي هما معناها ظهروا في المنشور عدد واحد في 2021 بش يكمل تطبيق ما فيماش معناها غطور ما فيماش تراجع في الحكاية هذه هو فما حاجتي اللي ذكرتهم أنت فما الناس اللي لقحوا واللي نزالوا ما اخذوش معناها ما يصبت التلقيح خاصة في الأيام الأخيرة الناس اللي صارت اكتباد في وحط المنظومة والتطبيقة معناها صار فيها مشاكل خاطر يمشون لها فرد وقت آلاف من الناس بش يستخرجوا معناها جواز التلقيح صار فيها عدد في بالي حاجات تحسنت العدد منتع الناس اللي جبت الجواز التلقيح ديجا في النهارين هذو ما بركه يساوي ما صار منذ أشهر هذي حاجة رجعت تخدمه إن شاء الله يكبه متوقعتوش حاجة كمال هيك خاطر نعرف وتونس يقضي ملاشور في آخر لحظة أنا الحق هذي أمور تقنية تطبيقات إعلامية وكل شيء فما ناس مسؤولين بها في بالنا للمنظومة تمشي بون أبارامن صار ساتيوغاشون أنا علمت حتى في فرنسا اليوم صار ساتيوغاشون تطبيقة تحتي للتحليل متاع البسياء ولا تحتي حليل السريع على خاطر الناس لكل أبارامن لهم يمشيوا يعظوا في التحليل باش يزوروا عائلاتهم اليوم عندهم نوال والسيستام طح كيف كيف هذي تصير في مهما بلاسة دونك صارت المعالجة متاحة وصارت معناها استعمال كل إرسالية متاع هذي اللي تأخوها في التنفون تحط إطوال عشرين اثنين وعشرين إطوال وتحط الكود ودياز ومن بعد معناها تجيك في الوقت في الوقت الحينيا اللي الإنسان عنده تلقيح ذو كذلك باش تكمل تسير تسوى اه جبتلي على الناس اللي هما ما يحبوش يلقحوا حيث دونك فما ناس ونحر وفما فئات وهذا موجود هذا في الناس ضد التلقيح في العالميا بق هذا يطمع مشكل دونك يلزم الناس معناها تفهم اللي معناها وصحيح كي تقول يطوى حرية الإنسان هو بدنه صحته ويحبياه ولا ما يخوش احنا ذا دا يلزم ننظره من جهة صحة المواطنين وصحة البلاد بسيفة عامة اللي ونعرفه ويعيقينين اللي كي تبدأ الناس مواجم لقحة تنجم تكفر العدوى ودنجم ينتشر إجراءات بمفاهم معناها منع الدخول الى الناس اللي هما مش ملقحين الى المكن معينة لو حكيت معناها الإجراءات مبعد ولا كي تشملوها هي ويطوبة وهذيك أمور أخرى لكن هذا المبدأ العام دونك أما حاجة أخرى إن شاء الله كان يقبلوا غدوى الناس للتلقيح وكان يكملوا يقبلوا الناس اللي هما ديجا مسجلين ويحبوا يلقحوا كان موصل المستوى معناها التلقيح الجملي وخاصة الفئات المشمولة بالتلقيح الى نسبة نقول لك كان سبعين ثمانين ثمانية في المياه معناها تولي البلد كله نجمو معناها الناس أغلبية الناس ملقحين ووقتها معناها معناها معتش نستعنوا ولا الاستظهار بما يثبت التلقيح بالمبدأين على خاطر أغلبية الناس ملقحين وان شاء الله نسلول الوقت هذا يعني اذا وصلنا الـ 75% 80% نسبة التلقيح في تونس ينجم يصير تخلي على جواز التلقيح بما أن الأغلبية ملقحة هو الجواز محمول معناها لتفادي العدوى أولا ثانيا كان ينجم يعاون لحص الناس لي يأخذوا التلقيح هذا نعرفوها نحن فاها فائدة وكان وصلنا للهدف هذية وكان وصلنا للنسبة اللي نحب ونزولها بالطبيعي بش نولي وما عادش معناها نستعملوا ولا وزوب استظهار بهذية على خاطر أغلبية الناس بشدة نلقها وطوفى الحكاية وكهو وإن شاء الله معناها حتى نرجعوا الحياة لهذية هو صحيح أنا نهارين من اللي بدأ الاعتماد على الإجراء هذية المرسوم عدد واحد المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح في الفضاءات العمومية والهيكة العمومية لكن خليني نسألك هل إنه الإجراء هذية زاد من الإقبال على التلقيح ولو حتى عنا رقام من هارين متاع 22-23 وأيضا 24 أنا في بالي زاد خاصة نعرف لي صار اكتظار أكثر في مراكز التلقيح في بعض الناس حتى تشكير من هذية دونك فما الناس قبلت على التلقيح أكثر وإن شاء الله يزيدوا يقبلوا خاصة نحن نعملوا على اليوم المفتوح ولا اليوم التكثيف ده التلقيح المكثف هو غدوة نهار سبت دونك 25 الفئة العمورية الكل من 18 من 18 وما فوق ينجم يجيو الناس يأخذوا جرعة أولى معناها كان هم هم شو ملقحين ينجم يكونوا مسجلين ولا مسجلين هذه حاجة معناها باية ينجموا أيضا يأخذوا اللي هما جرعة ثانية متع الناس اللي هما عداوا جهر بعد جرعة الأولى وإلا تم استدعاء وما نجموش يمشيوا ينجموا يأخذوا جرعة ثانية اللي تكون من فرد نوعية والتلقيح متع جرعة أولى وأيضا اللي جاتهم استدعاء متع جرعة ثالثة وما مشاوش ولا لقاو اكتظار ومشيوا ويأخذوا جرعة متاحهم جرعة تعزيز المناعة وحتى كان مجدهم مش إرسالية خمسة شهر بعد جرعة ثانية اللي عمرهم بأكثر من 18 سناء ينجموا يمشيوا حتى للمراكز متع التلقيح ويأخذوا التلقيح متاحهم وإحنا نحبوا نأكدوا نحبوا نأكدوا خاصة على الناس اللي هما مهمش ملقيين بالكل مثل بأخذوا حتى جرعة بش يتقدموا ويأخذوا جرعة أولا متاحهم وإن شاء الله هيكون عدد متاحهم كبير حكاكا ينجموا ويكونوا محميين خاصة كما قلنا في تطورات الوضع هذي المتائي وارتفاع عدد الحالات في العالم وفي البلدان المجاورة وظهور المتغير هذي التلقيح اللي بيش تكون موجودة تنجم تعطيه لنا التلقيح اي نلو التلقيح الموجودة عندنا تلقيح فايزر تلقيح جونسون هذو خاصة جوز تلقيح اللي بش يتم استعمالهم بصفة معناها كبيرة تلقيح فايزر هو يتحط من الفئة أصماش نسناء اللي 18 سناء هو التلقيح الوحيد اللي مواجه للفئة هذه تلقيح جونسون اللي 18 وما فوق ينجم يخذو كما ينجم زادا يختارو بفايزر وأيضا التلقيح الأخرى خاصة جرعة ثانية اللي هما يكونوا كما الجرعة الأولى معناها اللي اخذها سبوتنيك اللي اخذها سبوتنيك جرعة ثانية اللي اخذها عرش أسترازينيكا يخو أسترازينيكا ثم كان في تلقيح مودرنا اللي هو من نوع آيرين مساجي اللي هو أوفاء دونك اللي بشيخ توجه عساني منتع مودرنا نجم تكون بفايزر اللي هو من فرض نوع من ناحية التقنية منتع التصنيع اللي هو آيرين مساجي كيف كيف دونك عدد تلقيح والنجم تختار فيما يتعلق بسياسة التلقيح في تونس السياسة متع التلقيح اللي بش تعتمدها تونس في الفترة القادمة بعد تعميم الجرعة الثالثة على الأعمار الكل تقريبا من 18 فما فوق ولا تلجرعة الثالثة ولا يمعنيين بالجرعة الثالثة هل أنه تونس بش تصبح كما عدة دول على غيرار بريطانيا اللي تقر إجبارية الجرعة الثالثة يعني استكمال التلقيح يعتمد على استكمال الجرعة الثالثة هل أنه ثم التوجه التوجه هذي في تونس أم لا مثال ما فهماش على خاطر معناها في الجواز التلقيح وإلا حتى معناها عملية التلقيح الكاملة هي إلى حتى الآن هي جرعتين من التلقيح اللي تحتها بجرعتين هي جرعة بارك للتلقيح اللي تحتها بجرعة بارك اللي هو وهي أيضا جرعة للناس اللي هم مرضوا قبل ويأخذوا جرعة بارك استكملوا عملية التلقيح الحيح اللي هم دينا في الجرعة متعد تعزيز المناعة الجرعة الثالثة وتحتات تجاه فماذا أكثر من حوالي سبعمائة ألف شخص اللي تجاه خذوا جرعة هذه من اللي تعزيز المناعة بيأسو تحتها خمسة شهر بعد الجرعة الثانية وإلا للفئة اللي خذوا جونسون ينجموا يأخذوها بداية من شهرين بعد مخلوة الجرعة الأولى هذه هي تعزيز المناعة بو مغاش إلى حد الآن مغاش واجب بش يكون آآ استكمل التلقيح معناها آآ معناها كامل دونك مغاش هكذا إلى حد الآن ما فماش تفكير مش تولي معناها آآ واجب لعملية التلقيح ولي استكمل التلقيح لنتكمل التلقيح بو أدوية كورونا اللي حكينا عليها في الفترة الماضية وأعلن عليها وزير الصحة اللي مرابط أنه تونس عقدة اتفاقية مع شركة تصنع الأدوية وتصنع أدوية كورونا نقول وإحنا ثلاثة شركات هي فايزر وميرك وأسترازينيكا ثلاثة شركات هذوم أعلن عن أدوية لكورونا أدوية لعلاج المرض الناجم عن فيروس كورونا وصلت الأدوية هذية ولا ما زال أعطي مجدد بالحكاية هو السيد وزير وقت اللي قال هو أحنا في علاقة مع المخابر هذه عن خاطر وقتها وحتى لتوى ما زال وما أخذوش الترخيص نحن نعلمك اللي الترخيص متع فايزر تخذاء تولي 5 و6 واترخيص متع ميرك البارح تخذاء في ومعناها ما زال ما زال كي شفنا النتائج متع التجارب السريرية اللي صارت فيه فما فائدة خاصة في واحد من الأدوية المالثين اللي هو معناها ينجم يكون فيه فائدة خاصة في أول المرض وينجم يحمي ضد التحقرات لكن معناها النتائج ما زال لا إني النتائج واحد من الأدوية هذو ظهر من له فيه حماية كبيرة لكن بعد ظهر اللي نسبة الحماية أقل وفي نسبة الحماية نسبة العلاج أقل من اللي كان عنه عليه في البداية اللي ولي 30% بارك دونك أنا معناها احنا في تونس منظلنا مدى موقعي مع المخابر بسي فعامة من سارتش معناها كومان ولا حاجة إذا كما تعرفوا ولكن نحب نأكد اللي راه معناها أحسن وسيلة هي أولا معناها استعمال الوسائل الوقائية والتباعد والتفادي معناها كل وأيضا وأيضا وخاصة مدام التلقيح موجود وإحنا عندنا في بلاد تونسية معناها الناس اللقحوا اللي هي معناها فاها فائدة كبيرة للحماية ضد هذا المرض فطرع ناس الأخرين ما هم كان أدوية معناها واحد هو هكا والهكا بيش يمرض وبعد بيش ياخد دواء وبط معناها صحيح هم أدويات اللي نجموا معناها تكون فاهم أكثر فاعلية في التفادي التعقرات لكن واحد منذبينا احنا ما يمرسش بالكل باستعمال التلقيح يعني اللي فهمتوا اللي احنا مبدائيا ما زلنا باش نشوف وشنو باش يتكون مفعول هالأدوية هذية في أمريكا وفي دول الأخرى وبعد يكون قرار معناها حتى التوفيق فاهم كيقلت لك في علاقة بعناها في علاقة نجموا بعد نكون نهارة اللي بيش ناخد نجم تكون مي مثال وفما حاجات حتى فما في واحد من دويات في عراض جانبية اللي قد تكون معناها تقلق شوية اللي هو من شركة كانت نجمت والله ما نحبش نقول شركات خطر ما يشيش حكا أنا نعرف ونعرف شركة لكن هم الأبحاث موجودة لما حالت هي موجودة اللي حب يمشي لها ما شمي يلقاها وهي مزالت تعتمد على البلافات اللي ثبتهم المخابر الكبرى هذي تحطهم معناها الناس ينجم ويتطلعوا عليهم احنا طلعنا عليهم دونك معناها مزالت امور مواش واضحة مياه في المياه وليقول واحد ايا سهي فما دواها ومش ناخدوه ديريكت لا فما امور اللي يتثبت منها وكيما قطلك معناها دواها باقي يقع دواها لمعالجة المرض احنا كيما خير من العلاج شكرا لك اعطيك الساحة الهاشمي لوزير مدير الحملة الوطنية للتلقيح كن وضيفنا في برنامج سياسة الصحة لليوم احنا وصلنا لها حلقتنا لليوم من برنامج سياسة الصحة كان معايا في الإخراج التقني ايمن ليجا وسيف الدين بول عريس في الديجيتال نتلقى ومشاعد الجمعة جهية في حلقة جديدة اوضيفة جديد باي باي سياسة الصحة التطرح الى السياسة الصحية بمختلف القطاعات العامة في برنامج سياسة الصحة